اشتركوا في القناة في حلقة السابقة تكلمنا عن فتح بيت المقدس وتكلمنا عن قادة عظام وتكلمنا عن توقيع خالد بن الوليد على العهدة العمرية لبيت المقدس خالد بن الوليد لابد ان نتكلم عنه لانه في هذه بعد فتح بيت المقدس وفتح حمص اختاره الله عز وجل الى الرفيق الاعلى خالد بن الوليد هو سيف من سيوف الله وسيف الله لا يكسر ولذلك قال خالد بن الوليد لأهل قنسترين عندما اغلقوا ابوابهم كما قال لأهل دمشق والله لو كنتم في السماء لرفعنا الله اليكم او لانزلكم الينا كلام الواثق بالله عز وجل وقال خالد كان يقول لأولئك القوم لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر خالد مدرسة من المدارس مدرسة عسكرية مدرسة جهادية مدرسة التربية مدرسة نفسية كان يعرف نفسية الشعوب والاقوام اذا عرفنا النفسيات يسهل علينا ان نتعامل معهم فخالد اول ما ذهب الى بلاد الفرس قال لهم خالد بن الوليد لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر الخمر فارس كان يحبون الخمر بشكل كبير جدا وقال عمر بن العاص عن خالد انه سيد في الحرب وصديق الموت له جرأة الاسد وصبر القط جرأة الاسد هجوم القط بظل يترصد لفريسته حتى يعرف من اين تؤكل الفريسة هذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لقد شهدت كذا وكذا زحفا يعني من غزوة معرك غزوة احد وقبل احد شارك لكن شهر خالد بن الوليد في غزوة احد لما هجم على الرماه وقتل قسم من المسلمين قبل ان يسلم ان شهر من ذلك فجلس في معارك كثيرة جدا شهدها وقال وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سيف او رمية السهم او طعنة رمح وها انا اموت كما تموت العير على فراشي كما يموت العير فلا نامت اعين الجبناء فقيل له يعني لماذا انت تبكي حكمة الله ان لا تموت شهيدا في معركة لان سيف الله لا يكسر والنبي عليه السلام اعطى خالد وسام سيف الله المسلول وسيف الله لا يكسر ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه في رتاء خالد بن الوليد لما سمع بموته خالد بن الوليد قال دعني ساء بني مخزوم يبكين على ابي سليمان ابو سليمان هو خالد بن الوليد فانهن لا يكذبنا فعلى مثل ابي سليمان تبكي البواكي وقال خالد منعني الجهاد كلمات لخالد خالد رضي الله تعالى لم يعني يروى عنه احاديث الا القليل جدا فقيل له قال منعني الجهاد كثيرا من تعلم القرآن الكريم لانه حياته جهاد كل واحد له مكان معين قسم كان طبيعته عسكري قسم الى الجهاد قسم الى المال وهكذا والتجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد انه سيف من سيوف الله ونعمة فتى العشيرة ونعمة فتى العشيرة فعل من افعال المدع وقال خالد عند موته لاحظ العبارات الرائعة لسيدنا خالد بن الوليد ما كان في الارض من ليلة احب الي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين اصبحوا فيهم فيها بهم العدو فعليكم الجهاد يعني لو خيروا بعروس بغلام او ان يهجم على العدو لاختار الهجوم على العدو وسيدنا خالد بن الوليد اوصى بسلاحه في سبيل الله ومات رضي الله تعالى عن عمر ثماني وخمسين سنة ودفن في مدينة دمشق هذا خالد بن الوليد اللي هو يعتبر ابو العسكرية الذي يعتبر ولذلك هو محمود شيد خطاب رحمه الله ألف كتاب عن خالد بن الوليد خالد بن الوليد القائد تناول حياة العسكرية وكيف قدرته ومعارك التي كان يقوم بها رضي الله تعالى عنه ايها الاخوة والاخوات لقد حصل طاعون في بلاد الشام وهذه ملحمة لانه مات عدد هائل جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد الشهداء اللي ماتوا في طاعون عمواس اضعاف اضعاف الذين ماتوا في المعارك والسيف طاعون عمواس وهذا وقع سنة ثمانطاعش من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة اليارموق وبعد فتح دمشق وبعد معركة طبقة فحل وبعد معركة فتح بيت المقدس وبعد فتح حمس سنة ثمانطاعش من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى طبعا سمي بطاعون عمواس نسبة إلى قرية في فلسطين هذه القرية بين الرمل والقدس أول ما حصل هذا الطعون في هذه القرية ولذلك اليهود أكرموها هدموها وبنوا فيها مستسفى بدعم من كندا بنوا فيها منتجة ببلدة عمواس لأنهم لا يريدوا أن يبقى أي أثر من الآثار التي تمت إلى المسلمين بصلة كم من مسجد من مساجد فلسطين حولت إلى حانات خمر كم من مسجد سيطروا عليه وحولوه وهدموه هذه موجودة فقام قال الواقدي رحمه الله طبعا هنا اللي ورد عندنا إنه عدد الذين ماتوا شهداء في طاعون عمواس خمس وعشرين ألف من أصحاب النبي عليه السلام وذكروا ثلاثين ألفا وذكر القصط اللاني قال مات فيها سبعين ألف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أيام معركة أبادت الصحابة بدون سيف ما اللي هو بطاعون عمواس واللي رح نذكر أحاديث النبي عليه السلام التي أشارت إلى طاعون عمواس أحاديث مات في طاعون عمواس سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح معاذ بن جبل وأبنائه وزوجاته مات ضرار بن الأزور مات شرحبيل بن حسنة أبو جندل سهيل بن عمر الفضل بن عباس الحارث بن هشام بلالي بن رباح أبو مالك الأشعري هؤلاء كلهم ماتوا بطاعون عمواس لذلك لما بدنا نذكر عدد الحد الأدنى خمس وعشرين ألف من المسلمين لذلك لما نقول أن عدد الصحابة اللي ماتوا في الأردن ثمانية وثلاثين ألف صحابي إذا بيطاعون عمواس هذا العدد بمعركة اللي رموك لحالها من ثلاث لست آلاف اللي ماتوا شهداء فيها أعداد هائلة جدا لذلك سيدنا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ذكر قال إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه بالجبال سيدنا عمر بن العاص أمر الجيش كل مجموع يروحوا لقري إلى جبل حتى ما تنتقل العدوى عدوى الطاعون لذلك وأخذوا برأيه ولذلك قسم كبير من الصحابة والجيش المسلمين تفرقوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة أشار إلنا إلى هذا الوباع واعتبره من علامات الساعة فقال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة موتي موت النبي عليه السلام ثم فتح بيت المقدس وبعد موت النبي عليه السلام رقم اثنين حصل فتح بيت المقدس بزمن سيدنا عمر الخطاب ثم موتان كلمة موتان صيغة مبالغة من كثرة الموت يأخذ فيكم كقعاص الغنم عن طريق الاستنشاق عن طريق الاستنشاق وعن طريق غد تحصل الآن بتصيب الواحد غد وراح نتكلم عنها كقعاص الغنم ثم استفاضة المال المال يكثر حتى يُعطى الرجل مئة دينار فيظل صاخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته هذه الفتنة اللي هي عادة بسبب الكثرة القتلى العراق الآن ولا بيت الا دخلته فتنة وسوريا ولا بيت الا دخلته فتنة ومصر ولا بيت واليمن وليبيا والجزائر والحبل على الجرار او الفتن الآن التلفزيون والفشاد اللا اخلاقي احنا التلفزيون اذا استخدم بالحرام هذا هو المقصود واجهزة التواصل الاجتماعي اذا استخدمت بالحرام هذه فتنة الآن دمرت كثير من البيوت ثم هدنا تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون فيغدرون وهي بوادرها الآن موجودة فيأتون تحت ثمانين غاية كيف نتعامل مع نسواننا لازم نأخذ توصي من العالم الغربي كيف اتعامل مع ابني لازم اخذ توصي من العالم الغربي وصفة طبية من الصليبيين كيف الآن بدي اجرع كيف بدي اصنع كيف بدي اتاجر كيف بدي احط قانون رغم انا اقول والله اي بلد عربي في عندنا من الكفاءات ما تدير العالم لكن كفاءات معطلة ممنوعة محرومة من اي فعل من الافعال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتنة لا يبقى بيته من العرب بإلا دخلته ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الاصفر يأتون فيغدرون فيأتون تحت ثمانين غاية يعني هدف تحت كل غاية اثنى عشر الفا هذا الان احنا شفنا كثير من العلامات مرت وفي حديث اخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون عن الفتن اللي بسبب الطعون انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين يعني موت المؤمن فالطعون رحمة والطعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تخرجوا منها ولا تدخلوا اليها هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسموه بلغة اليوم الحجر الطبي ان المريض المصاب بمرض حطه في غرفة معزول عن البقية الناس وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفنى امتي الا بالطعن والطاعون قلت يا رسول الله الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة البعير المقيم بها المقيم بها كالشهيد والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الذي يموت بالطاعون يعتبر شهيد من الشهداء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث كثيرة جدا عن الطاعون واعتبر ان هؤلاء لهم مرتبة الشهداء لذلك سيدنا عمر بن الخطاب أمر الصحابة كذلك أن يتفرقوا عندما سمعوا بالطاعون الذي حصل في بلاد الشام بالذات وهي طواعين كثيرة جدا أيها الإخوة والأخوات إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون شهادة لكل مسلم فالمسلم الذي يموت بالطاعون شهيد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون كان عذابا يمعثه على من يشاء وإن الله جعله رحمة للمؤمنين لكن من رحمة الله عز وجل أن المدينة المنورة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال كما قال صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربونها فلا يقربها قال ولا الطاعون إن شاء الله ولذلك الدجال لما يقف على حافة المدينة الملائكة بأسلحتهم يردونه إلى بلاد الشام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذن لقليل فذكر النبي عليه وسلم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد والمطعون الذي مات بالطاعون شهيد والمرأة النفساء التي ماتت بجمعها عند الولادة شهيدة هذا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصلت طواعيم كثيرا في تاريخ الدولة الإسلامية في قبل الإسلام وأثناء الإسلام طاعون شيروي بالمدائن في عهد الرسول عليه السلام قتل قسم كبير من الفرس طاعون عمواس الذي تكلمنا عنه في زمن عمر بالخطاب سنة 18 لهجرة النبي عليه السلام طاعون في زمن ابن الزبير سنة 69 للهجرة مات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعين ألف من المسلمين في ثلاثة أيام كل يوم سبعين ألف كان يبيد إبادات كاملة جدا ومات لعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين من أبناؤه وطاعون الفتيات أو سموه طاعون العذارة أول ما كان يقتل كبير هذا حصل في البصرة لأنه بدأ في العذارة بالبصرة وواسط والشام والكوفة ويقاله الطاعون الأشراف يعني أول ما كان يضرب الأشراف الأغنياء غالبا الطاعون أول ما بضرب الفقراء ورح نتكلم عنها طاعون سنة 131 هجرة اشتد هذا في رمضان وكان لا يحصى عدد الذين قتلوا فيه كل يوم كان في المربض كان يخرج ألف جنازة وطاعون في الكوفة سنة 50 للهجرة ولكن برحمة الله عز وجل لم يقع ولا طاعون واحد في مكة المكرمة ولا في المدينة المنورة رغم أن آلافا مؤلف يأتون إلى مكة والمدينة من أجل الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه منطقة محفوظة بأمر الله عز وجل من الطاعون ومحفوظة كذلك من الدجال لكن بمصر حدث ولا حرج أصيبة عدد هائل جدا فيها أيها الأخوة لابد أن أتكلم لمحة بشكل عن الطواعين الأخرى التي ضربت طبعا سببه بكتيريا توجد في أجساد القوارض الفئران والجرادين إذن الطاعون في المناطق التي فيها التخلف المناطق التي فيها فقر المناطق التي فيها فئران هذه الجردان تكون في أجسامها تبدأ في بعض المناطق تقرض أجسام الناس يعني تعض الفار الجردون بعض البني آدم فينتقل المرض إلى جسم الإنسان ومن الإنسان ينتقل إلى غيره هذه المايكروبات تتكاثر في معدة الفئران وتحتاج للطعام مين بتتحصل على الطعام؟ من طعام البني آدم بتعضي البني آدم إلى غير ذلك ثم تنتقل إلى هذه البكتيريا صغيرة جدا بسموها طوله مايكرون ونصف المايكرون ونصف المايكرون بتتون من كل مايكرون الواحد متر المايكرون واحد من المليون من المتر المتر يعني بيسوي مليون مايكرومون فلذلك هنا يعتبر بمعنى لا يرى بالعين المجردة شيء في قمة الصغر لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو آية من آيات الله عز وجل في عهد ساركيس الذي حكم أثينا انتشر الانحلال الأخلاقي الزنا الشذوذ الجنسي بلا حياة بدأوا يمارسوا الفاحشة بالشوارع الرذيل في على القارعة الطريق بدون أي أمر سلط عليهم سلط الله عليهم الطاعون هلك ربع سكانها وأول من هلك أولاد الحاكم آثينا ساركيس وثم مات الحاكم لأن الحاكم لما ما يحكم ولما ما يمنع الفساد والانحلال الجزاء من جنس العمل في عام خمسمائة واثنين واربعين اكتسح مرض الطاعون المربع والشمال إفريقيا وأوروبا يعني على مستوى المركز الحضارة العالمية مركز وجود الناس لمدة خمسين سنة الطاعون خمسين عام وهو موجود وعدد الإصابات كانت أكثر من مئة مليون الذين قتلوا في الطاعون الذي ضرب قارة إفريقيا وآسيا وأوروبا يعني نص سكان العالم ماتوا في هذا الطاعون أما الطاعون الأسود الموت العظيم وبعضهم سموا لما الطاعون الأحمر هذا الطاعون اللي ضرب قارة أوروبا حصى في القرن الرابع عشر عدد القتلى الذين قتلوا في هذا الطاعون خمس وعشرين مليون ثلث قارة أوروبا أبيدت بالطاعون اللي ضرب قارة أوروبا الموت الأسود أو الطاعون إلى غير دال هذا نفس الطريقة ضربهم في عندنا طاعون مصر سنة ستمية وخمس وتسعين للهجرة هذا الطاعون ضرب مصر شحت المياه وهذا خطاب لما شحت المياه الأبار جفت الأوساخ بدأت تجداد وهذا الآن قاعدين بركزوا على مصر من أجل تجفيف منابع النيل وهم الآن مشغولين بحرب الإسلام والمسلمين بدل أن يؤمنوا مستقبل الأجيال القادمة بنحر النيل وبمجرى نحر النيل وأن تبقى المياه متدفقة الآن تركوا هذه الأمور وبدأوا يحاربون الله ورسوله يحاربون الإسلام والمسلمين قوتهم أموالهم توجهت إلى حرب الله عز وجل والله من حارب الله خزي وخاب وخسر لذلك لما طاعون مصر شحت الماء وجفت الآبار وحدثت المجاعة أكل الناس الميتة من الجوع ومن الكلاب الميتة من الكلاب والمواشي وبني آدم وأكلت النساء أطفالهن الذين ماتوا من الجوع طفل مات الأم شو بتتعمل اضطرت الأم أن تأكل طفلها حتى تبقى على قيد الحياة طبعا هذا لا يجوز لكن أني أخذنا الآن الضرورات تبيح المحظورات لأن المصير الموت والآن كثر عدد من مات كان عدد الذين يموتون ويخرجون من كل باب من أبواب القاهرة في كل يوم ما يزيد عن سبع مئة ميل وصلت الدرجة أنه يوصل الميتة إلى المقبرة يخلعوا الآن كانوا يأخذون الكفن اللي على الميت حتى يكفنوا فيه رجل آخر يدفنوا عاري من قلة الأكفان من كثرة الموتى يعني ما ظلش أكفان عند هؤلاء القوم ثم ظهرت مجاعة أخرى في مصر بلغ عدد القتلى في القاهرة في شهرين تسعمئة ألف قتيل تسعمئة ألف اللي ماتوا في الطاعون بسبب مجاعة أخرى وفي طاعون آخر ضرب مصر عام ألف وثلاثمئة تسعة واربعين فمات فيه ميتين ألف مصري أيها الأخوة الأخوات أنا لقد سمعت طبل أكثر من خمسين عام من رجل كبير عاش عندنا في الأردن جاء وباء إلى الأردن وإلى فلسطين بيوت كثيرة لم يبقى منها أحد ماتوا سواء كان بالطاعون أو بالكل مرض من الأمراض بيوت أغلقت لم يبقى بها أحد عائلات كاملة لم يبقى منها أحد لكن الذي يفرح المسلم أن المسلم إذا مات بالطاعون فهو شهيد في سبيل الله وهذه خاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا توجد لأي أمة من الأمم الأخرى أيها الأخوة الأخوات هناك بعض القصص عن الطاعون التي حصلت هرب الوليد بن عبد الملك من الطاعون فقال له رجل من المسلمين يا أمير المؤمنين إن الله يقول عز وجل يقول قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا والله عفو والله الأمراء الخلفاء كانوا فقهاء قال ذلك القليل نريد نحن نريد هذا القليل فلذلك كان فقيه كان الواحد من الخلفاء والد يبعثه إلى مؤدب إلى معلم يعلم الإسلام ويعلم الصلاة ويعلم الأدب والخلق وكيفية التعامل مع الناس ثم إن الطاعون فشى سنة في دمشق هذه قصة حقيقية ذكرها إن الطاعون فشى سنة في دمشق فهم عبد الملك بن مروان بالفرار منها فدخل عليه بعض الفضلاء وقال بلغني يا أمير المؤمنين أن ثعلبا صادق أسدا على أن يجيره من السباع يعني ثعلب في حماية الأسد أنا في حمايتك من السباع يعني ما أحد يعتدي عليه فكان أبدا بين يديه دائما الثعلب مقابل الأسد في حمايته فظهر يوما من الأيام عقاب نسر بمثابة النسر من الطيور الجارحة في الجو فخافه الثعلب لأن حكمة الله من النسور من يحمل الثعلب ومن يحمل الخروف ويذهب به ويطير به فوثب على ظهر الأسد الثعلب من الخوف إن هزم قفز على ظهر الأسد على أساس يحميه فما كان من العقاب إلا أن غاص على الثعلب فحمله عن ظهر الأسد فلما حمله صاح الثعلب قال يا أبا الحارث يعني الأسد أنا في حمايتك أنا في حمايتك فقال في حمايتك قال أين حفظك لي فقال يا أبا الحارث العهد العهد فقال الأسد إنما عاهدتك على أن أحفظك من أهل الأرض أما أهل الشماء فلا قبل لي بهم العقاب الآن بالشماء أنا لا أستطيع أن أتابعه فلا قبل لي بهم فلما سمع عبد الملك هذا المثل قال والله لقد وعظتني ثم أبا أن يفارق المدينة هذه أخوانا الآن على أساس إحنا في أي لحظة من اللحظات قد يأتي هذا الشيء لكن إحنا ما يهمنا أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة عطاء أمة بذل أمة جهاد لا تخاف الطعن ولا الطاعود لا تخاف السيث ولا تخاف الأمراض نحن أمة نستمد قوتنا من الله عز وجل وإذا أخذنا قوتنا من الله عز وجل والله لا غالب لنا على وجه هذه الأرض إن اعتمدنا على الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يوطقنا جميعا لما يحبه ويرضاه أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة